شجر السلسل احتلم فأفته بعض الناس بوجود حسن اغتسل فمات فقال صلى الله عليه وسلم قتلوه قتله الله هل لا سألوا إذا لم يعلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولا مشاهدنا الكرام وميتها المشاهدات الكريمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم معنا من هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإفتعال يومي هل لا سألوا وباسمكم جميعا في بدايتها نرحم بشيخنا الفاضل الدكتور سعيد بوزري حيكم الله شيخ أهلا وسلام ورحمة الله مرحبا وفي لغة الإشارة تسحبكم الزميلة زينب وتحية كل أسرة الخدمة نتواصل إن شاء الله بعد بيان موضوع لقاء العدد على أرقام الهاتف التي ستظهر أدنى الشاشة جاء عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه فيما يرويه الإمام مسلم في صحيحه أنه كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قوله اللهم أصلح لديني الذي هو عسمة أمري وأصلح لدنيا التي فيها معاشي وأصلح لآخرة التي إليها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر وهذا من جوامع الدعاء التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لهذه الدعوات لها شرح لها بيان فضي الدكتور سعيد فماذا تحوي هذه الدعوات وما تعنيه هذه الكلمات الجامعة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله معاشر المشاهد كرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرة التي إليها معادي واجعل الحياة زيادة لي من كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر هذا الحديث الذي خرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هوري رضي الله عنه من جوامع الكلم للرسول صلى الله عليه وسلم فهو حديث جامع يحمل من المعاني والحكم ما لا نخصيه عددا دعاء جامع من وفقه الله عز وجل للدعاء به ونال فضل وتوفيق الإجابة ما أسعدها ففيه السعادة التامة ففيه النجاة الكاملة تعالوا بنا إخواني أخواتي نقفوا مع هذا الحديث الجامع اللهم فالنبي صلى الله عليه وسلم يتوجه بالدعاء إلى رب العز جل جلاله عملا بقوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم فالله عز وجل قد وعد بالإجابة فعلينا بالسؤال وعلينا بالدعاء والله عز وجل وعدنا بالإجابة فإذا سألك عبادي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري بدأ بالدين بدأ بالدين الله يرحم الشيخ محمد الحسين رحمه حكيم القبائل يقولك الدين الدين كل شثان دين معنى هذه الكلية الكبرى جامعة لكل خير بذلك ربنا قال وراضيت لكم الإسلام دينا دينا اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري العصمة كلها تكمن في حفظ الدين فإذا كان هذا الدين محفوظاً لا شك أن المؤمنين به تشملهم هذه الرعاية الربانية الدائمة التامة الكاملة اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري فالدين إذا انهار أذكر قول الشاعر أو ضعف أو ضعف نعم يضعف دين المرء يضعف دين المرء يعني لا شك أنه سيعاني ألواناً من الخلل في حياته النفسية في حياته الاجتماعية في حياته الاقتصادية في حياته السياسية في جميع المجالات مما يحضرني الآن ما قاله الشاعر وامدد يديك بالله معتصماً فإنه الركن إن خانتك أركان من نال قوة الدين قوة التدين وقوة الالتزام به فالعصمة هنا فهو محفوظ فهو في رعاية الله عز وجل ما دام يعني أنه متمسك بهذا الدين بحبل الله المتين واعتصمه بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي فصلاح الدنيا من صلاح الدين وصلاح الدين من صلاح الدنيا فالتلازم واضح بينهما وربطها بقرينة معللة نعم التي فيها معاشي التي فيها معاشي لماذا أصلح لك دنيا؟ لماذا؟ ما هو المقصد من إصلاح هذه الدنيا؟ هي الدنيا لا تساوي عند الله جلعة برورة أن فيها المعاش وقد الأساس أن يعيش الإنسان في أمن وأمان في سلم وفي سلام في صلاح لا في فساد أن يعيش في طاعة لا في معصية أن يعيش في إيمان ومع إيمان لا مع كفر وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي فمن صلحت دنياه استقام دينه وصلح دينه لأن الفتنة أيضا في الدنيا تجعل الإنسان يعيش في حالة من الحيرة في حالة من الضياع من التيه سيفتن فتنة الخير والشر فتنة الخير والشر نعم يا ثعلبة قليل يكفيك خير من كثير يطغيك لا ندري الله عز وجل قسم الأرزاق بما يشاء وكيف ما شاء ومتى شاء فالإنسان يرضى بقضاء الله وقدره يرضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس لذلك يأتي الإيمان بالقضاء والقدر ليجعل حياة الإنسان مستقرة بعيدا عن الهموم بعيدا عن الفتن بعيدا عن كثير الحسابات لأنه من كثرت حساباته لا شك أنه سيفتم سيحاسب الناس لماذا فلان رزق بكذا وكذا وكذا رغم أنه بعيد عن التدين وعن الالتزام به لماذا فلان لماذا فلان لا ندخل في هذه الأمور الله عز وجل هو الرزاق هو الخالق جل جل هو الذي يوزع الأرزاق بحكمته بقضائه وقدره والمؤمن لابد أن يتناغم وأن ينسجم مع الأقدار فيستقبلها كما هي يرضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس دعي الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء كما قال الإمام الشافعي وأصلح لدنياي التي فيها معاشي وأصلح لآخيرتي هنا دعوة إلى النهاية إلى رحلة الخنود ورحلة الخنود تبدأ بالموت حينما تقبض روح الإنسان تبدأ رحلته رحلة الخنود فالموت ليست نهاية الموت هي البداية هي انتقال من وجود زائل إلى وجود دائم فهي انتقال من وجود إلى وجود فرحلة الخنود تبدأ بالموت وأصلح لآخرة التي إليها معادي إليها مآلي فهي دار القرار فالدنيا دار ممر والآخرة دار مقر واجعل الحياة واجعل الحياة زيادة لي في كل خير يعني في كل خير الإنسان يسأل الله عز وجل إذا كتب الله له طول العمر هذه الزيادة يسأل الله عز وجل أن تكون هذه الزيادة من كل خير واجعل الحياة زيادة لفي كل خير كلما إذا طال عمر الإنسان وصلح عمله فهذا هو الناجي الفائز ورب الكعبة طال عمره تعددت أيامه تعددت سنواته وصلح أمره فيستثمر هذه السنوات وهذه الشهور وهذه الأيام وهذه الساعات والدقائق والثواني يستثمرها في الطاعات يستثمرها في القربات يستثمرها في الباقيات الصالحات كلما طال به العمر كلما استثمر تلك الأيام وتلك الساعات يقول الحسن البصري رضي الله عنه يا ابن آدم إنما أنت أيام إذا ذهب يومك ذهب بعضك فكلما مرت الأيام والليالي وتعددت الأعوام كلما اقتربنا من أجالنا والأجل محتوم ولكل أجل كتاب ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم واجعل الموت راحة لي من كل شر هكذا يدعو الإنسان المؤمن لا يدعو الله عز وجل أن يموت وأن يعجل بالموت لا ندري أين الصلاح واجعل الموت راحة لي من كل شر هذا أيضا هذه في حكمة بالغة أن ينجو الإنسان من كل الشرور من كل الفتن فلا تدركه الفتن يموت قبل أن تدركه الفتن نسأل الله العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة نسأل الله حسن الخاتمة فتزل قدم بعد ثبوتها لأن مطلب الثبات صعب جدا أن يبقى عليه الإنسان إذا فتن إذا فتن الإنسان لا يضمن الثبات نسأل الله الثبات على الدين آمين آمين شكرا جزيلا لك على ما قدمت وتفضلت ونبدأ على بركة الله في استقبال اتصالات الإخوة والأخوات دائما على الأرقام الظاهرة أدنى الشاشة حل من اتصال نعم إذا نذكر بالأرقام الهاتفية 021 39 43 43 021 37 32 47 مسعود من غيليزان مسعود نعم مسعود من غيليزان تفضل أخي نعم مساء النور عندي سؤال عندي سؤال عندي سؤال عندي سؤال أنا أرجع عندي يمكن أن نحصل سؤال عندي أهلا المعلم عندي أغلب بعد طرح وشكرا شكرا شكرا ماهذا؟ عايش نعم هدا ماهذا الله يزال شكرا 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 سابرينا إلى العاصمة أم ندين نعم تفضلي السلام عليكم وعليكم السلام أحطنا أحبت أن نهضر مع الشيخ تفضلي لماذا نهضر لماذا سيدها مصر الخير الحاج مصر الخير الحاج مصر الخير الحاج وشهرين يأتي كثيرا أثر خماربي مصر الخير مصر الخير الحاجة لم يكن لديها الكثير من البطء لا تتوقف بسبب البطء مصر الخير مصر الخير مصر الخير كانت مصر الخير كانت مصر الخير كانت مصر الخير القخصص من هذا المستقبل أن يكون لديك أخطاء الأسفل ستكون المستقبلة من ناديه لأن يكون هذه المستقبلة بسيولة صح سلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من المدية معنا نادية فضلي وعليكم السلام ورحمة الله نشكركم على هذه الحطة الله يبارك فيك عندي سؤال تفضلي تفضلي يا نادي عندي خطيرة بالحمل نعم ويتضيف الانسوليد نعم وعندها ستة أيام ما تطمتهمش فيها مرمضة العنيفة وقال هالطبيب ما تقضيش تصوم يا حامر كديري الانسولين دعم كيفاهة تديرهم تصوم وتحبس الانسولين ولا تخليها تنبع واضح إن شاء الله هذا هو السؤال واضح السؤال نعم عفوا طيب نبدأ الإجابة إن شاء الله مع السؤال الوارد إلى البرنامج شيخنا سعيد مريم العاصي ما تقول مات أحد الأقالب تاركا زوجة وبنتين واثنين من الأعمام فما نصيب كل وارث علما أن هؤلاء اثنين من الأعمام كانت ماتوا بعد المورث ولهما أولاد هكذا سؤال الأخت مريم الأخت مريم من العاصمة هذا القريب الذي مات رحمه الله ورحم الله جميع الموتى ترك زوجة وبنتين واثنين من الأعمام وقلت بأن العمين قد مات أيضا ولكن ترك خلفاء ترك ورثة الجواب الجواب الزوجة هذا القريب ترث الثمن لوجود الفرع الوارث ترث ثمن التاركة سواء كانت هذه التاركة منقولات يعني دراهم واللقدية ولا سيارة ولا شاحنة ولا أي حاجة منقولة وعقارات على رأسها الأراضي يعني التراب والمباني والدكاكين كل ما هو عقار يعني كنقول الثمن من كل شيء والبنتان شحال يورثو يورثو الثلثين يعني ثنين على ثلاثة دوتير ثنين على ثلاثة هذا هو نصيب البنتين الصلبيتين الباقي يقول إلى العمين إلى زوج عمام إلى ثنين من العمام لأنهما عاصبة بالنفس عاصبة بالنفس فبعد توريث أصحاب الفروض وفي هذه المسألة الزوجة والبنتان بعد توريث الزوجة والبنتين الباقي يقول إلى العمين تعصيبا بالنفس أصل المسألة 24 لوجود الثمن مع الثلثين الزوجة التارثو ثلاثة أسهم من أصل 24 والبنتان يورثوا 16 سهما من أصل 24 الباقي خمسة أسهم يريثها العماني قلت بأن العميني قد انتقل إلى رحمة الله ولكن عندهم أولاد عندهم ورثة وأولاده هم خلفائه أولاده أولاده هم خلفائه إذا كان أولاداً تعوا أيضاً ماتوا يقول هذا الميراث إلى أحفاده إلى أحفاد العمين إذاً يقول هذا النصيب إلى العمين هم وارثان لأنهما ماتا بعد مورثهما وبعد وفاتهما وبعد وفاتهما يقول تقول الحصتان إلى ورثتهما إلى أولادهما وإذا مات الأولاد تقول إلى الأحفاد حسب الفارضة الشرعية هذا هو الجواب الأخت مريم من العاصمة طيب أميرة من العاصمة تسأل عن الشيخ المال الذي تقول نكسبه من المواقع عن طريق التسجيل في مواقع وجلب مشتركين ربما هي تقصد التسويق الشبكي إذا لكم فيها فتوى ورأي دكتور سعيد ظاهرة تسويق الشبكي عبر مواقع الأنترنت وترويج سلع يعني معينة تجلب هذه المواقع نفصل بين أمرين الأول ما يتعلق بالترويج أو الدعاية عن طريق الانترنت أو عن طريق الإعلام أو عن طريق هكذا مشافهة فهذا أمر جائز وأخذ الأتعاب على هذا الأمر هذا أمر جائز يعني وكالة عقارية مثلا أجونس إيموبيليار إيموبيليار هذه الأجونس التي هي منتشرة في الوطن عندها معلومات عن السكنات عن الدكاكين عن إلى آخره فيأتي الشخص يريد اقتناء مسكن أو شراء أو كراء مسكن بسعر معين بسعر معين وهذا الوكالة هي اللي تعبت هي اللي جرات هي اللي عندها معطيات اللي عندها معلومات تقولوا أدلك على مجموعة مساكن أو سكنات وتتخير هنا بعد ما يقع الاختيار على مسكن معين هذه الوكالة العقارية من حقها أن تأخذ مبلغا معينا مقابل الأتعاب وفي النهاية كل الناس الذين يعملون يأخذون مقابل أتعابهم حتى الطبيب الذي يكشف عن المريض ويدلوا وصفة طبية قرأته تعبه وأعطاه له معلومات أرشيتيكت يعني مهندس معماري أيضا وهو يصمم ذلك المخطط أو ذلك التصميم أيضا يبيع معلوماته يبيع أتعابه عادي هذا أمر جائز الآن أي واحد يعني يريد الدعاية لمن توجهي عبر جريدة معينة ليس مجانا الجريدة تطالبه بمقابل بعوض التلفزيون أيضا يدر إعلانات الشهارية هذه كلها ليست مجانا وكذلك الإنسان إذا كان دار هذا العمل عادي أمر جائز يستخدم قدراته الإعلامية في الانترنت وكذا للتسويق والترويج لسلعة معينة مقابل بذل أو مقابل عوض مقابل أتعاب معينة هذا أمر جائز أما التسويق الشبكي تسويق هذه الصورة الشائعة الآن نعم أما التسويق الشبكي هذا بكل صراحة بيان تفاصيله يحتاج إلى تصميم ورسم بياني لتتضح الصورة أمام المشاهد الكريم نحاول نقرب الصورة كالآتي مثلا إذا كان شخص شخص معين اتفق مع شخص معين مع شركة مع مؤسسة إنتاجية معينة باش يعني يروج له للسلعة أن تعوه إلى أخيه ولا يجيب له زبائن ويتقاضى مقابل ذلك العمل ذلك الصنيع أجراً معيناً بدلاً معيناً فهذا أمر جائز نعطيه مثال يجي مثلاً صاحب وكالة سياحية يقول مثلاً لي جب لي عشر زبائن نعطيه رحلة إلى العمرة ليعتمر هذاك يجتهد يجب له عشرة من الزبائن مقابل ذلك يستفيد من عمرة مجانية يعني هي المقابل في الحقيقة مقابل عمرة هذا الصنيع مشروع ليس فيه حرج شرعي ولكن أين يكمل حرج شرعي لكن حسب بعض المعامات التي سئلنا عنها يقول لك مثلاً الشخص يجيب زوج أشخاص يعطيه له بدل معين هذوك الأشخاص كي يجيبهما أيضاً زوج زوج هذك الأول يتقاضى بدلاً معيناً مبلغاً معيناً هذوك الأشخاص أيضاً إذا كان جابوا أشخاص آخرين الشخص الأول دائماً يتقاضى مبلغاً معيناً عن جهود غيره هذه المعاملة غير مشروعة لعدة أسباب السبب الأول أن الشخص الأول يتقاضى مبالغ معينة عن جهود غيره والمعروف في قواعد التجارة والبيع والشراء أن الإنسان يتقاضى مبلغاً معين أو عوضاً معيناً بدل جهد مقابل جهد كل جهد مبذول كل جهد مبذول يكون مقابله بدل أو عوض معين إلى حد الآن هذا أمر جاهزي لكن في هذه المعاملة كما شرحناها الآن لا، هناك تعد على حقوق الغير بمعنى أن الإنسان يتقاضى راتباً أو أجرة المعينة مقابل جهود غيره وهذا لا يصح خاصة أن يكون هذا الأمر في شكل إذعان في شكل إذعان إرغام يعني إرغام الأمر الثاني يعني المفسدة الثانية أن الإنسان يقول لي يعيش فقط غير في الاستهلاك يعني أمتنا عانت ما عانت من ويلات بسبب صرف جهود أفرادها إلى الاستهلاك بدل الإنتاج أن نفكر غير في الاستهلاك وهذا مما يعني يجذر ثقافة الاستهلاك بلا حدود والنظر في المآلات معتبر شرعاً كما قال أبو إسحاق الشاطبي في كتابه الموافقات في الجزء الرابع في الصفحة مية وستين في المسألة العاشرة في الصفحة اليمنى لمن أراد أن يعود إلى هذا التفصيل نرجع أبو إسحاق الشاطبي كتاب الموافقات في أصول الشريعة الجزء الرابع الصفحة مية وستين الصفحة اليمنى المسألة العاشرة في وسط الصفحة واش يقول؟ والنظر في مآلات الأفعال يعني مقصود ومعتبر شرعاً بمعنى يشوفوا هذه الأمة نتاعنا إذا كانت تفكر غير في الاستهلاك ويوليوا الناس يستغلون لاحظوا معي هذه الكلمات خطيرة يستغلون دائرة نعارفهم من أجل التسويق وفقط يصبح همه جلب الناس فقط جلب الناس يقولي واحد منا مثلاً عنده ألف معرفة ألف شخص يعرفهم الأقارب والأصهر والجيران والحباب وكذا يحصي ألف واحد يستغلهم كامل في الترويج لهذا الله وكلما يستخدموا يستغلوا دائرة معارفه كلما كسب كثير والآخر ما عنده ألف عنده عشر آلاف في الريبيرتوار انتعوا عشر آلاف من شخص والآخر عنده عشرين ألف أو كيفه؟ ورانا رايحين نقولي واستغلوا هذا المعارف انت وعنا غير في الاستهلاك وهذا النهم وهذا النهم لا إذن فضلنا عن ذلك كله الآن كنت فكروا تفكير استراتيجي مستقبلي استشرافي انطلاقاً مما ذكر مما ذكره أبو إسحاق الشاطي بالعالم الأصولي المعروف ورانا رايحين الأمة تظل غير في هذا المجال غير تستهلك وتجري وراء الاستهلاك وراء السلع إلى أخيره طيب أمر آخر هناك غرر يعني أكيد هناك جهالة هذه موجودة الجهالة موجودة ومن شروط الشريعة في صحة العقود الوضوح تسويق شبكي ما فيش بكاش فيه وضوح سلعة تأتي سلعة ما تدريش مصدر العلامة اكتفي بهذا استقبلت الكثير من الأسئلة بعضهم يعطيه واحد المعاملة نقول له اتطبع معي إذا كان في هذه الحدود فهي جايزة إذا خرجت من هذه الحدود لا لا تكون اشعرك الناس خلال الممارسة هل وقعت إشكالات في الموضع يعني عالجتها دكتور سعي نقول كلا هذه معارفة لماذا انت استوليت على معارفة نعم نقول كلا انتخابات يعني كل واحد يحوس على على التفوطي على هذا علامة بالعقل هذا الكلام تعال الانتخابات نحوها جماعتك ذكرته فقط أن تنافس المشروع في الانتخابات مشروع يعني الإنسان يجيب معه ناس ويقول هذا نحن نتمنى حتى المنافسة تكون المنافسة شريفة في البرامج تبقى شغير هذه انت عجاري وحبيبي وكذا ذلك اللهم مازال موجود يعني في كثير من البلدان منها البلدان المتخلفة انت وعنى هذه يجب أن نرقي المستوى انتع نرتقي إلى إلى منافسة شريفة منافسة لتع البرامج ننظر إلى البرامج اللي قنع بالبرامج مرحبا به ما تبقاش حاجة بالحلول والحلول للأزمات الاقتصادية والأزمات التقافية والأزمات الاجتماعية وغيرها من الأمر لذلك أرجو أنه حتى بعض الإخوة والأخوات إذن نصحة عدم الإقدام على هذا الان طبعا ننصح بعدم الإقدام وكير من الإخوة يعني نصحوا طلبوا النصيحة أو طرحوا أسئلة أجبناهم بقدر الإمكان قال إجماعة الخير هذا هو الموجود ومن أتى بالأدلة التي تثبت عكس ما نقول فليس بيننا وبين الحق عداء طيب مسعود من غليزان تصل حسن ما فهمنا من سؤاله مسعود تفاهم على شخص يملك قطعة أرض ومسعود يقوم بغرس هذه القطعة بشجر الزيتون تم الاتفاق وتم الشروع في العملية وتم غرس الأرض بالزيتون لكن بعد غرس الزيتون صاحب الأرض أخرجه منها وقال ما أعطاني وانو يعني هذا التصرف شيخ كيف يكون الحكم عليه نعم يا أخي مسعود هذا كل حقك نعم أنت خدمت ورب صبحانه في القرآن قال يا أيها الذين آمنوا أفوا بالعقد مدام تفاهمته هو صاحب الأرض أنت تغرس الأشجار عارك تعبت نحن قلنا قبل حين كل تعب كل جهد مبذول يقابله أجر يقابله أجر يا إما يعطيك أجر التعب هذا يعني مصبح العشية العوض يعني كل نهار يعطيك 300.000 ولا 400.000 ولا حسب الاتفاق المسلمون عند شروطهم هذه طريقة مشروعة وإما يقول لك أنه كل ما تغرس 10 أشجار خلاص والله يقول لك بالعدد الإجمالي أغرس لي 100 شجرة تأخذ مقابل كذا معين هذه الاتفاقات كلها الواضحة مشروعة عادي ربي قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقد وفقط وممكن تتفق معه أن يملكك مجموعة أشجار يقول لك لو كان تغرس 100 شجرة أنت عندك 10 أشجار ملك لك يصبح في النهاية هو صاحب الأرض ولكن أنت صاحب أنت ملك الأشجار نسميها أفاندو وهذه موجودة طبعا هذا الأمر لا ننصح به لا ننصح به يوقع في إشكالات وقد حصل حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقعت واقعة من هذا النوع لذلك لا ننصح بهذا ولكن إذا حصل هذا أمر مشروع طيب شيخ يعني بعض الناس لا نقول كل يعطيه الله الرزق يكون عنده الأرض يكون عنده المحلات يكون عنده الشاحنات ولكن لا يملك التسويق الخبرة لجلب الزبائن فيأتي الناس مثل أمثال مسعود يقوم يخدم ثم ينقلب عليه يأخذ لما يكون قاعدة تسويقية أو يكون زبائن أو شيء من هذا مباشرة أول من يبدأ يبدأ بالشريك سبحان الله لذلك بأي حق استحلته أموال الناس وهذه صورة من صور أكل مال الناس بالباطل ربنا قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل هذه صورة من صور أكل الحرام لا يجوز هذا وش نقول لذلك يا أخي مسعود يا إما كنتما كتبت لا عقد ولا شيء لا وثيقة ولا شيء جيب له الناس ناس الممنين قال يا فولان ركك لتحقي ركك لتعرق الجابين النبي عليه الصلاة والسلام قال أعطوا الأجر أجره قبل أن يجف عرقه وإذا كنرفض أرفض خلي الأمر هذا ربي سبحانه وتأخذ حقك في الآخرة وربي سبحانه يقول واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون طيب سؤال سابرينا من المدية سؤال سابرينا من المدية تقول بابها عاد الزواج يعني ماتت أمها يعني أم سابرينا وخلى خلت الزوج اللي هو الأب وأربع بنات وابن ولكن هذا الابن هذا مات وترك أولادا نعم الأخ هذا يعني أخ سابرينا مات وترك أولادا وهي تقول سابرينا يعني حصة الأولاد كيف يعني نصح الأب أب سابرينا باش يحفظ حصة الأحفاد يعني أولاد خو سابرينا هكذا أولا هضرولو انتو ما قولولو انتو ما يا سابرينا أنت أو غيروكي يقول الباباك يا فولان وليدك مات وعندو يتاما خلا ذراري الأحفاد كنتا اكتب لهم إما عن طريق الهيبة يعطي لهم هيبة يعني دوناسيو هيبة إما يكتب لهم وصية وصية تيستامو هذا ما كان هذه الوصية اللي نعطيها للأب ولكن فرضا نفترض أنه باباك يا سابرينا كما قلتك أخي محمد صالح قلتك بلي ما زل ما قررش هدروا معاهما نقول له يولدي قرر قرر خير إذا ما قررتش نقول لك فقد قرر القانون المادة 169 إلى غاية المادة 172 من قانون 84 المعدل والمتمم بالأمر 0502 يديوا هذا ما كان أربح غير المزية أربح وصي ولكن بالكلام وصي وإلا القانون يديوا يا سابرينا يعني مالاش عارفين كل شيء بقضاء وقدر إذا كان مات باباك نحن أنت من أولا طول العمر وصالح العمل ولكن إذا كان ماتوا ما قررش القانون يعطي الأولاد خوك اطمئني طيب أم نادين من العاصمة أم نادين من العاصمة هي تسأل زوجها مات الله يرحمه رحمة الله علي وتقول هي سكنة في العمارة هي الآن في عدة ما مات منذ شهرين كي تجيكش وحدة قدام الباب وتخرج تفتح الباب وتستقبلها قدام الباب يعني وتحدثها ولكن في المغرب هل هذا الجائز؟ نقول لك يا الله يحفظك يا الأخت الفاضي لا ما كان حتى حرج شرعي لأن العدة الشرعية ليست سجناً للمرأة المعتدة أو شحبس تستقبل في دارك وعادي ويجوز لك باش تخرجي وتقضي شغالاتك وتروحي الطبيب إذا مرضتي ربي عافيك وتزوري عادي يعني ماذا بك قبل المغرب تتخلي الدار هذا ما كان حتى إذا كان حكيم المغرب برا خارج البيت اللي عذر زحمة المرورة وكذا إلى أخيره وصلتي بمتعادي ما كانش إشكال هذا ما كان ذا شميني قولتما تم زوري ثرقائزي ماذا في اللاسي عفو ربي في السناس يجوز كثيرا أتقاف الله يعني وقدار دياسنا في نار دياسنا أتتقاف الله أتسلم الغلاس وأتسد شمسة خاميم وأتسفى الغرصة أربرا يجوز أتوحذر طفيف استغزيل عمار إمام يفكى ربي ثزمرت الزمور يجوز أتوحذر دموضين يجوز أتوحذر دقضوض ثيني لان ثمتوثي لان ساخدام في جوز باشا تسخدام أماذا بي كادكش مكان قبل المغرب ميطفي كم الحال غسولة يعد المغرب فراء وخاميم ذايني جوزا أخاطر لعيدا يقي ما تشيذ الحفز خاطي ثمتوث تلتزم العيدا ولكن ما تشيذ العذاب ما تشيذ الحفز خاطي نساذ فلسيا فربي كما كم يصبه ربيك ويصبه ربي مولان ما يلدس قصير سعيد فراء يتذويلت إن شاء الله تجيذ التليفونين ساثماثن النغ أذن السيولاء فراء يتذويلت بارك الله وفيك فارس من ميلة نعم فارس من ميلة تفضل أخي نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله نعم الحمد لله أخي فارس لدي واحدة قضية ضد تفضل بطرحيات تفضل عندنا واحدة نمرو وحنا باعوا بابا ماذا؟ وحنا خوا في ربعة دكورة وثلاثة بنات ثلاثة خوا؟ نعم ثلاثة دكورة وربعة بنات ثلاثة دكورة ايه ربعة دكورة وثلاثة بنات طيب وثلاثة الشيخ والعجوز ما زالوا على قيد الحاجة ثلاثة دكورة ثلاثة دكورة وثلاثة دكورة وعطوهم ثلاثة دكورة وثلاثة الشيخ العجوز الدوة في 300-200 وليس عظل كالرياض وليبنات ماذا الدوة؟ المبلغة مليار وثلاثة دكورة ماذا أعطيتهم البنات؟ البنات أعطوهم 100-200 طيب هذه القسمة لم تتعوش؟ لماذا قسمت هذا المال؟ لماذا؟ إنهم تباعوا هذا المال الشيخ العجوز على قيد الحاجة على كل حاجة نعم قسموا لولاده هكذا هو دكورة قسمتها لقد خلص صغير ما قالت له هكذا قسمه أو لا يفعل؟ قسم التاراضي وباباها وقسم لهم بباد الطريقة بابا قسمها؟ نعم لقيد الحياة ما زالوا لحظة طيب انتم رضيتوا بهذه القسمة راضين بها؟ نعم والشيخ الحقيقة عنده استدخل هنا المال فالصغير هو اللي يقسم هذه القسمة وما يحضر استدخل واحد إذا خوكم الصغير هو اللي يقسم هكذا؟ صغير صغير هنا زرد عرض جلب بعد راحوا للموثق باباك ووثق هذه الأمور في ال... ما راح للموثق لا يستنوان وداروا هادين بعضات هنا حقيقة الشيخ لا يفهنش عنده استدخل ما حال في عمره أخوك هذا؟ ما حال في عمره؟ واسع وثلاثين تتطو طيب انتم قبضوا المال أو لا؟ إعني أجابه وضفن راح منى الشيخ الموثق بني ارضوا احده ولي ما أرضاه اللي مارضاه قبل المال أو رجع المال؟ رجعو رجعو يعني اعتراضا على هذه القسمة نعم نحضره في البيع هو لي باع وهو لي احضر الأناس وهو لي كل شي طبق راعدة الشيخ هو لي ما كتب لهم هي عدت فنقصنا وما عيط أختي الوحد طيب علاء ما اجتمعتوش بخوكم هذا جلستو معاها نعم 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 ما عيطنا مولو ولا حتينا هم فنقصوها تربح الآن مشكلة نفهم جيدا هل مشكلتكم في بيع الأرض أم في قسمة المال لا مشكلتنا في القصنة يعني البيع راضيين بالبيع يعني هذا الأرض البيع راضيين به كما طلبوا هذا المبلغ باعوه نعم هنا نحوث الشرع واش يقول في القصنة هذي هناك عاد ببنا حي هل هناك عادة في الدية تضي هذا المبلغ نعم والشيخ يديه نعم والشيخ يديه نعم والشيخ يديه نعم وإنه نعم والله ما يشهد واضح إن شاء الله واضح نعم نعم هناك عادة الشيخي ما عندناش هذرا نعم هل ترى باباك دار وكالة رسمية للخوك؟ ما كانش وكالة ما كان ولا شيء؟ ما كان لا وكالة لا ولا ما كانش وكالة لو مراداً تتبع نفس الشيخ في عدو الوالدين كبار يصرقوا واحد من خارج يعني باباك هو ليسرف خوك هذا؟ يعني هو ليس خلاه يتصرف أكذا؟ هو لي خلاه يعني الان الوالد ليس في الصورة ماشي الله طيب يوجد يجاوبك إن شاء الله الشيخ المسألة تضعها جيدة إن شاء الله بشكل حتى أنا أخي لا يعرفش يعني يعرفش إنها بدر بي ذوك الآن لو كان غبنو في بيع الأرض والله كذا يعني كان مشكل ولكن لك تقول الوالد حي وراكم حاشمانين من الوالد وبعض الوراء يعني بعض الخاوة راضين وهذه هي المشكلة التي طرحها يا فرس نعم بهذه الصورة يجاوبك الشيخ نعم بلقاسم نعم 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 سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله بحي ورحمة الله يروح الدار و يقول لك كأن أقوال يقول لك يقول لك هل يجب أن يذهب إلى أسلاج للأخر من أب أو الخوف ولا كده يعني هو يحوص لنا يعجب ربي في المقبرة ولا يجب أن يقابل من أب أو الخوف المتوفي يعني هل يكفي العزاء في المقبرة ولا يجب أن يذهب إلى البيت العين وين الأجر يعني؟ وين الأجر يعني هو ناخي عز المناجر يعني عز المناجر بشي أجر وربي يقول لك أن يروح مثلاً من روح عز المناجر الأخرى لأب والخو لك بشي ما يشتيش يقول لك أو ما زانيش واضح واضح يعني ولا يلأحفن السؤال واضح إن شاء الله مفهوم؟ مفهوم تماماً شكراً يابل القاسم سؤالك واضح يابل القاسم شكراً مع سلامة طيب نواصل في الإجابة بالنسبة للنادية من المدية أختها بالحمل وتستعمل الأنسولين وعليها أيام من رمضان ست أيام هل تقطع دواءها وتصوم؟ حلماً أن الطبيب منحها من الصيام ما دام أنها تستعمل في الأنسولين أخت نادية قلنا ربي يجيب شفاء لأختك ويشفي كل مريض هو الطبيب هو خبير في أمر صحات الإنسان أولاً من جهار بسبحان وقال شاوره طبيب ممكن الإنسان بالتجربة نتاعه هو يدرك بأنه غير قادر على الصيام وربي في القرآن قال فاسأل به خبيرة ولا ينبئك مثل خبير كما في فاطر إذن ربي سبحانه قال فاسأل به خبيرة والخبير في الصحة هو الطبيب هي تستخدم الأنسولين لأنها مريضة وربي قال في القرآن وما جعل عليكم في الدين من حرج وفي الآيات انتع الصيام كي ذكرها ربي سبحانه كما في صورة البقرة بعد الآية 185 قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وربي قال في صورة النساء يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان وضعيفا سبحانه الآية كلها بدأت بقوله تعالى يريد ويريد يعني ربي يريد يحبلنا الخير يحبلنا التيسير والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يسروا ولا تعسروا والقاعدة الفقهية بناء على هذه النصوص الحرج ومرفوع الطبيب قالها ما تصوميش ما تصومش والسلام تفدي هذه الأيام المريض الذي يرجى برؤه كيقول الطبيب لي عادة والعبارة بالغالب أن هذا المرض يرجى برؤه عادي اش حال من الناس اللي مرضوا في رمضان مش اللي مرضوا مباشرة يقدم الفيديا مريض ربي قال في عدة من أيام أخر كان اللي مرضوا في رمضان براوا ربي يشفاهم بعد رمضان يغرموا يقضيوا تلك الأيام اللي يفطروا فيها ربي اللي قال في عدة من أيام أخر أما يقولوا ركن تم ريض بالسكر يلازم الأنسولين وهي ما تقدرش تصومك هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها تقضي يعني تفدي هذه الأيام تطعم عن كل يوم مسكينا واحدا والسلام وذمتها بارئة إذا كان رب يرجع على الصحة انتعها في المستقبل رهي ما شاء الله فإذا كان عودة تزد قضاة هذه الأيام فلا حرج ولكن ذمتها بارئة بتلك الفدية لأنها يوم أن قدمت الفدية كان ذلك بوجه مشروع دخلت في هذا الأمر بوجه مشروع وبذلك ذمتها تصبح بريئة عند الله مارك الله فيك فارس من ميناء سي فارس نعم أه هذا المعاملة والله يا أخي فارس أولا الأب كما قال أخي محمد صلحان هو مسؤولية كيف يورثوه أولاده قبل ما يموت بأي حق هذا النوع من أنواع التعدي باش إذا كان الأب يعني يعني يحشم ولا يقادر أولاده ولا أولا هذا الابن هو قد صغير هو اللي تصرف البيع المازوز هذا عادة المازوز يعني كان اللي يتجاوز بعض الحدود يروح يتصرف فإذا كان فيه اتفاق يعني طبعا بعد موافقة الأب والمالك لهذه القطعة الأرضية بشي باتتباع وبعدين هو باعها فقط يتوقف هنا المبلغ المالي يجي الأب هو المالك بأي حق يوزع هذا 300 مليون 250 مليون بناته يعطي الباب يعني سبحان الله يورثه هو حي هذا الإنسان لازم تهضروا لأنتم إذا كنتم مقدرتوش لأن أخوكم وراه معكم ربما في خصومة وكذا شوفوا الأعمام شوفوا الأخوال شوفوا الأصدقاء شوفوا الأئمة أهل الخير أهل الصلاة يقولوا يا فوق انتقي الله بأي حق تديرها التوزيع هذه صورة من صور الظلم وصور من صور أكل المال بغير وجه حق وربي قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل بأي حق استحللتم أموال الناس يوزعوا بناء على الهوى بأي وش ما القاعدة هنا ما ما وش ما القاعدة بأي حق على أي أساس يكون التوزيع حتى التراضي ما فيها شيء حتى التراضي وكي هوركم واعترضون واعتراض يعني لو وزعت ورضاوبها تحل مشكلة تحل مشكلة نعم اعتراضكم يا الأخ فارس في محله نعم لابد من تصحيح هذا الوضع لأنه مخالف للشريعة الإسلامية نعم نعم سؤال الأخ بالقاسم أنت بسا حضور الجنازة قال هل يعني السؤال يكفي العزاء في المقبرة أو يجب الذهاب والحضور إلى أهل الميت في البيت العزاء يتحقق إما بالحضور في بيتي أهل الميت يروح يحضر ثم كيم الناس وكذا يعزيه إلى أخيره ومواساة أهل الميت وهكذا وتقديم واجب العزاء ويجوز أيضا تقديم العزاء في المقبرة بعد تقديم العزاء ينصرف هؤلاء المعزون إلى بيوتهم ليس واجبا أن يحضروا إلى بيت المرحوم بيت الميت والجمع بينهما أولى الجمع بينهما أولى من استطاع إلى ذلك سبيلا فذلك أفضل والأجر يكون أكبر والله أعلى وأعلم برغل الله فيك نختم بدعوة طيبة إن شاء الله منكم من دكتور سعيد اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا وفي الآخرة آمين آمين والحمد لله رب العالمين برغل الله فيك شيخ سعيد شكرا على ما قدمت وتفضلت نأتي إلى خاتمة العدد بهذه الدعوة طيبة المباركة شكرا لزينب في لغة الإشارة لإخوة وزملاء في أسرة الخدمة نوها في الإخراج حسن رقيق في استقبال مكالماتكم إخوة تقنيين والمسورين لقاء يتجدد إن شاء الله كل يوم إن شاء الله من السادسة إلى السابعة عبر برنامجكم هل لا سألوا تلتقون الشيخ الليلة إن شاء الله في السهرة وعدد جديد من برنامج والصلح خير مع زميلة نجاة قراط نلقاكم بخير في أمان الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته